الخبر الأخير وهو الفاجعة المشكلة المأساة اللي قاعدة صير بحق الطلبة بحق الطلاب بحق كل اللي مارسون العملية ويسيرون بالمسيرة التعليمية في العراق لما يكون طالب قليل نحكيها بالعامية لما يكون طالب راح يأدي امتحان وما يدخل للقاعة الامتحانية إلا يدفع فلوس هذه كارثة لما يكون طالب يلقي ما بباله وبدماغه من علم على دفتر أو ورقة امتحانية وما يتم تصحيح هذه الورقة والدفتر الامتحاني إلا بعد ما ينطي فلوس هذه أيضا كارثة من المسؤول عن هذا الموضوع ما ندري لكن نحن ننتظر بيان من الجهة المعنية واللي راح تذكر في الخبر اللاحق حتى تبينيننا شن المشكلة ليش ماكوا تخصيصات خلنشوف الخبر ونعلق عليه الف دينار البدل المالي لتصحيح دفاتر الامتحان للطلب الممتحنين وانا في حلقات اخرى ذكرت لما رادوا يفتحون جامعة ايرانية في بغداد واتكلمنا كوجهة نظر شخصية من مقدم برنامج تربوي وتعليمي وعلمي الكثير من التعليقات انهالت علينا انه انت شون تعارض بناء جامعة او صرح علمي في بغداد ولو كانت مو ايران شان كيفتوا عليها لا احنا اليوم لا بحاجة جامعة ايرانية ارجعوا اقولها لا بحاجة جامعة ايرانية ولا بحاجة جامعة لبنانية ولا بحاجة جامعة سورية ولا اردنية ولا اميركية ولا كل شيء انا اليوم بحاجة الى تقويم العملية التعليمية في جامعاتنا الحكومية انا عليها اساس اجبر الطالب انه يدفع خمس تالاف وعشر تالاف والف دينار كل ما يمتحن يعني اذا عنده سبع امتحانات سبع تالاف ولي الامر او الولياء الامور للطلبة اللي عنده سبع اولاد او سبع بنات يعني يراد لاش قد مبلغ شهريا حتى يقدر بس يسد الامتحانات وتصحيح الدفاتر الامتحانية لأولاده خلي الرعي الله في هذا الموضوع اليوم احنا نعم بسياسة تقشف مالي لكن التقشف المالي المفروض يكون التعليم خط احمر وبعيد عليه على يا اساسان اليوم اقصر في اعطاء الكوادر التصحيحية والكوادر التدريسية الصحح كاليجان امتحانية صححون الدفاتر على يا اساس اقصر بحقهم وبالتالي يلجأ عميد الكلية ورئيس الجامعة الى اصدار مثل هكذا اعلانات حتى عيب هيبت التعليم وين هيبت الكادر التدريسي هيبت حتى ابو الحسابات الموظف في الكلية او حتى شون جمعوا المبالغ من الطلاب انا هذي ارد اسألها شون جمعت المبالغ من الطلاب يعني اكو استاذ معقولة يفتر على طالب طالب يقول اجيب الف دينار ما تصحيح هذه ما معقولة وين هيبت التعليم وين هيبت الكادر التدريسي وين هيبت المعلم يعني يقوم للمعلم وفيه التفجيلة كاد المعلم وين يكون رسوله مهي تتعلمنا على ها اساس احنا اليوم ننحرف عن المسيرة التعليمية الصحيحة ويجي واحد يقول لي لا انت لا تعارض بنا جامعة ايرانية الجامعة الايرانية ما يحتاج لها فلوس ليس من الاولى هذه الفلوس بدل ما تصرف على جامعات غريبة تصرف على جامعاتنا وتصرف على طلابنا وتصرف على المسيرة التعليمية حتى تقوم لا يكون اكو تذبذب ولا يكون اكون خفاض بالدرجات ولا اكون خفاض بالمستويات العلمية ومؤلم جدا العراق اللي كان في يوم من الايام يرفض جامعات العالم بعلماء واليوم يستجدي علماء ويستجدي خبرات حتى يقوم العملية التعليمية مؤسف جدا العراق اللي كان يورد علماء اليوم يبحث عن عالم يقوم لعملية تعليمية طيب اسألوا نفسكم ليش اصرفوا شوية على التعليم اصرفوا شوية هذه اميركا ما ما اشتهدت واليابان ما اشتهدت وواكبت التطور الا ما بعد عزوا المعلم وقوموا القانون طيب احنا لا قانون موجود والمعلم نحصره بزاوية حرجه ونقول له روح اجمع من كل طالب الف دينار حتى نقوم لك العملية التعليمية ونصرف على اللجنة الامتحانية نتمنى من الكلية والجامعة المقصودة انه على الاقل تصدر بيان لوسائل الاعلام المختلفة العراقية ومن برنا ايضا يبينون هذه الحالة على يا اساس استنتو الف دينار اشتركوا في القناة